تعاني محافظة ذيقار كغيرها من محافظات العراق من أزمة سكنية فاقمها التلكؤ بإنجاز مشاريع مضى على إقرارها سنوات طويلة المجمع السكني في قضاء الشطرة مشروع متلك طال انتظاره يفترض أن تقطنه مئات العائلات الفقيرة لكن تلكؤات شركة الإيرانية في إنجازه حال دون ذلك أولا هذا المشروع صار لعشر سنوات متروك مال المجمع السكني الشركة الإيرانية متلكة صارها عشر سنوات يعني له كامل هذا شاقلت به فقرة فقرة شاقلت به وثاني أنتهم شركة ثانية مال المجاري المجاري هاي مالتهم هاي قاعد يسويه يم شارع جيلي الفضيل والمجاري طريق قضاء الشطرة كلا تعبان مجاريهم يعني شغلهم تعبان ويعاني قضاء الشطرة من أزمة سكنية كبيرة بسبب الكثافة السكنية المتزايدة فيه ويراء أهالي القضاء أن إنجاز المجمع السكني المتلكئ من المفترض أن يشكل انفراجة نسبية في هذه الأزمة نحن بالنسبة أن أبناء الشطرة أقعدنا عوالي متضررة وعوالي متعففة يعني بحاجة لهذا المشروع بحاجة لهذا المشروع وهو حاليا نحن نشوف الآجار ما البيوت يعني كل شغالي يعني ما يقارب بالثلثمية وبالأربعمية وهذه العالم ما تتملك هذا المبلغ ونحن ناس يعني عوالي كثرة ساكنت لها بغرفة وغرفة وغرفتين كذلك يرى أهالي قضاء الشطرة أن السلطات الحكومية وجهات متنفذة تخشى فتح ملف المجمع السكني مع الشركة الإيرانية مطالبين الجهات المعنية بتدخل عاجلا لإنهاء معاناته أريد الدولة تستعجل عليه ببنيانه وهذا مشروع خدمي والناس يعني استثمره فأنتم ليش يعني توقف هذا المشروع ما جاي نفتهي ففلوسه وين راحت اللي أجي هنتهت فإحنا هذا نطالب الرئيس وزراء عمي 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 الشطرة ناس تعباني ناس بالضيم الله وكيد كام كاملوا وزعوا عن ناس الفقرة ويأمل أهالي قضاء الشطرة الذين يعانون من تدهور خدمي في الكثير من القطاعات إنجاز هذا المجمع السكني بأقرب وقت ممكن عسى أن يخفف عنهم بعضا من المرارات التي يعيشونها